انتهى مؤتمر قبل سنة 2021 اللي بيتم فيه الاعلان عن اجهزة الايفون الجديدة الحقيقة مش عارف يعني مفيش جديد قوي تقريبا زي كل سنة بس هو في ميزة ثورية جدا في الايفونات الجديدة دي ممكن اللي يعني خلتني شوية برادة قلبي هنتكلم عن الميزة دي وهنتكلم عن كل ما تم الاعلان عنه في المؤتمر النهاردة بس خلونا قبل ندخل في عماق الفيديو اكلمكم بشكل سريع عن برنامج موبايل ترانس اللي اكيد انتو عارفينه كويس لو انتم متابعين للقناة وفي الاول عيد الامة موجود حاليا في الصين فبالمناسبة دي هم عاملين قاسم 20% على الشراك السنة الكاملة لكن مش ده الخبر المثير المثير جدا هنا ان هم عاملين جيفاوي الجيفاوي دي هتكون على ايفون 13 ايبا اللي لسه هينزل فطريقة الاشتراك في الجيفاوي وكل التفاصيل هتلاقوا تحت في صندوق الوصف نجيبها للمزايا اللي بيقدمها لك تطبيق موبايل ترانس اولا تقدر تنقل رسالة الواتساب بين اندرويد واي او اس او حتى العكس وبالتأكيد تقدر تنقل من اندرويد لاندرويد ومن اي او اس لاي او اس كمان تقدر تاخد باكب للصور والفيديوهات والمحادثات من شات واتساب على الكمبيوتر بتاعك وكمان تقدر ترجعها لاي موبايل في اي وقت ده غير ان البرنامج بيدعم واتساب بيزنس وفايبر ولاين طيب اول حاجة قبل اعلنت عنها في مؤتمر النهاردة هو اي باد ايت والاهم تغيير فيه انه جاي بمعالج اي ثرتين الموجود في سلسلة الايفون 11 والكاميرا الامامية دلوقتي بقت بتدعم دقة 12 ميجابيكسل وزاوية تصوير واسعة 122 درجة وكمان بقت بتدعم تقنية سنتر ستيج اللي بتخلي الكاميرات تتطبعك وتحطك في نص الكادر في الفيديو كولز كمان الشاشة دلوقتي بقت بتدعم تقنية الترو تون اللي بتتحكم في درجة الوان الشاشة على حسب الاوضة اللي انت قاعد فيها ودرجة حرارة اللون وده المفروض انه هيساعدك كتير لو انت بتقضي اوقات طويلة على الاي باد واخيرا مساحة تخزينية هنا بقت 64 جيجابيط بدل 32 جيجابيط الغير ادمية اطلاقا اللي كانت موجودة في النسخ اللي فات والاي باد لسه بنفس السعر اما تاني جهاز قبل اعلنت عنه في المؤتمر النهاردة هو الاي باد ميني سنة ده تصميم الاي باد ميني اتغير وبقى زي تصميم الاي باد برو والاي باد اير بنفس حواف الشاشة الصغيرة مع اطراف حادة للجهاز والتصميم الجديد ده خلهم يقدروا يحطوا شاشة اكبر بحجم 8 و 13 انش في نفس حجم الاي باد ميني بتاع السنة اللي فاتت الاي باد ميني كمان هيجي بمعالج قبل الجديد ايه 15 ده غير انه بقى بيدعم الجيل التاني من قلم قبل كمان الاي باد ميني هيدعم 5 جي ومنفس شحن طايب سي وغالبا التحديثات دي هتوصل للاي باد العادية على السنة الجاية او اللي بعدها بالكتير عشان تبقى كل اجهزة الاي باد على نفس الدزاين طيب كمان تم الاعلان عن ابل ووتش سيريز 7 وهنا كانت مفاجأة كبيرة جدا لان على عكس كل التسريبات اللي طلعت قبل المؤتمر اللي بتقول انه الحواف بتاعة الابل ووتش 7 كانوا بيقولوا ان هي هتكون حدة زي الايفون 12 والايفون 13 لكن اكتشفنا في الاخر انه تم الاعلان في المؤتمر عن ابل ووتش 7 بنفس الحواف الدائرية ودي كانت مفاجأة كبيرة جدا بس انا شخصيا مبسوط لان انا بكره الحواف الحادة بتاعة اجهزة الايفون الجديدة فكون ان الساعة لسه بحواف دائرية دي بالنسبة لي خبر حلو جدا ولان الساعة ما فيهاش حاجة جديدة فهنا قبل خدت وقت طويل جدا قاعدة بتتكلم فيه ان هي قاعدة تعمل اعادة هيكلة لحواف الساعة علشان تقدر تكبر الشاشة وتصبح اكبر شاشة في تاريخ ساعات قبل بس عايد يعني في الاخر مش شايفوا فرق جوهاري بحقيقة كمان الابل ووتش دلوقتي بقت بتشحن بشكل اسرع ب33 في المية عن الجيل اللي فات يعني بقت بتاخد تقريبا 45 دي علشان تشحن من 0 في المية والابل ووتش حاليا بقت مقاومة للماء والطراب بمعيار IP6S مقاومة للماء بمعيار WR50 اللي هيقدم لك مقاومة للماء لحد 50 متر طيب نيجي بقى للحاجة الاهم هو سلسلة ايفون 13 الجديدة قبل اعلنت عن اربع اجهزة جديدة ايفون 13 ميني ايفون 13 ايفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس وللأسف سلسلة ايفون 13 ما اختلفتش كتير عن اجهزة ايفون 12 بتاعت السنة اللي فاتت بالنسبة لل ايفون 13 والثيرتين ميني فالتصميم هو نفس تصميم الايفون 12 بس في اختلاف في مكان الكاميرات زي التسريبات ما كانت بتأكد كمان النوتشي السنة دي جاي اصغل من السنين اللي فاتت ب20% والشاشة بتقدم سطوع شاشة اعلى بنسبة 28% عن السنة اللي فاتت وبيوصل معاك ل800 نتس في الظروف العادية و1200 نتس في المحتوى اللي بيدعم HDR وفضل معالج الاف في فتين الجديد الايفون 13 هيقدم لك بطاريها تقعد معاك اكتر بساعة ونص عن الايفون 12 ميني Continues والاييفون 13 هيقدم لك بطاريها تقعد معاك ساعتين ونص اكتر عن جيل بتاع السنة اللي فاتت برضو الايفون 13 وايفون 13 ميني هيجب كاميرتين كل كاميرا هيجي بدك تو 12 ميجا بيكسل واحدة منهم كاميرا الرئيسية والتانية كاميرا لتصوير بزاوية وساعة والمستشعر الموجود هنا مستشعر جديد بالكامل هيقدر يجمع ضوء بنسبة اكبر ب 47 في المية وده اللي هيساعد بنسبة كبيرة ان الصور بالليل تطلع واضحة وجودتها افضل بكتير و 47 في المية ده مش فرق صغير اطلاقا فرق مهول جدا طيب نيجي بقى للميزة اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو ان هي ميزة مثيرة جدا واللي بتخلي الايفون الجديد بالنسبة لي انا شخصيا هروح اشتريه واي حد صانع محتوى او مهتم بتصوير الفيديو هيكون مضطر ان هو يشتري ايفون 13 جديد لان النقطة دي عظيمة جدا الميزة دي اسمها سينيماتيك مود والميزة دي ببساطة ان انت دلوقت بقيت تقدر تعمل عزل بشكل كامل في الفيديو يعني الفيديوهات اللي انت بتاخدها بقت احترافية جدا لانها بقت شبه الفيديوهات اللي بتطلع من كاميرات السينما كاميرات فيها عزل الخلفية تقدر تصور شخص وباقي الخلفية اللي موجودة ورا الشخص بيكون معمول لها عزل الميزة دي موجودة في موبايلات كتيرة جدا في عالم اندرويد حتى موبايلات فئة متوسطة بس تخلينا نكون متفقين على حاجة ان قابل عظيمة جدا 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 في تصوير الفيديو وهي مشهورة من سنين طويلة جدا ان هي اقوى شركة موبايلات بتقدم تجربة احترافية في تصوير الفيديو في الموبايلات فقابل تحديدا لما تكرر ان هي تعمل ميزة زي دي فصدقني الميزة هتكون مثيرة جدا للاهتمام لكل صناع المحتوى ده غير ان واضح جدا من الفيديوهات اللي تم عرضها في المؤتمر ان الميزة شغلة بشكل سلس جدا وبتقدر تتنقل بين الوجوه سواء الوجوه دي كانت في المقدمة او كانت في الخلفية وتقدر تعزل سواء اللي في المقدمة او تقدر تعزل اللي في الخلفية والحاجة الاعظم من كل ده ان قابل بتقولك انت تقدر تغير الفوكس بعد ما تصور الفيديو مش بس اسناء تصوير الفيديو نفسه يعني بما ان الموضوع بيتم عن طريق المعالجة وعن طريق المعالج القوي جدا اللي موجود في الاجهزة الجديدة فبتقول لك صور الفيديو بتاعك وحتى لو ما عملتش الفوكس بتاعك بشكل مظبوط وانت بتصور الفيديو تقدر تعدله بكل سهولة بعد عملية تصوير الفيديو فهي ميزة بصراحة رهيبة وهتخلي اي حد مهتم بتصوير الفيديو وبصناعة المحتوى هيكون مهتم جدا ان هو الشي للآيفون الجديد ومعالج الاففتين الجديد من قبل بيجي بدقة تصنيع خمسة نانومتر وفيه تقريبا اكتر من خمستاشر مليار ترانزيستور وبيقدم اداء احسن بنسبة خمسين في المية عن منافسين من عالم اندرويد وهنا هم يقصدوا بالتأكيد سناب دراجون تلات تمانيان بس هو هنا حاجة غريبة قوي لان كانت دايما قبل بتقارن نفسها بالاصدار بتاع السنة اللي فاتت هي بتنزله برضو بتقول لك احنا مسلا اقوى من السنة اللي فاتت باربعين او بخمسين في المية لكن ان هي تروح تقارن نفسها بسناب دراجون السنة دي مش عارف حاجة غريبة شوية انتغير رأيكم اما بالنسبة للجي بيو فهنا قبل بتقول لك برضو ان هي افضل من المنافسين بتلاتين في المية بالنسبة للآيفون ثرتين برو والآيفون ثرتين برو ماكس ففيه شوية اختلافات عن اجهزة الآيفون ثرتين والثرتين ميني مبدايا طبعا عندنا اختلاف في حجم الشاشة هنا عندنا حجمين الحجم الاول ستة واحد من عشرة انش والحجم التاني ستة وسبعة من عشرة انش وقابل اخيرا اعلنت ان هي بتدعم ترددات شاشة بتوصل لمية وعشرين هرتز بشكل متغير وده معناه انه الشاشة لما تشوف ان انت محتاج لمية وعشرين هرتز فوقتها تردد الشاشة هيرفع اوتوماتيك لمية وعشرين هرتز ولو انت مش محتاجه هتنزل لأقل حاجة عشان تقدر توفر في البطارية وده شوفناه كتير جدا في عالم اندرويد بس يعني كانت قابل بتتكلم عليه في المؤتمر كأنها اخترعت اخترارها عظيم جدا رغم ان عالم اندرويد دلوقتي فيه موباولات فيه بتوصل لميتين واربعين هرتز كمان قابل اتكلمت عن انها بتقدم سطوع الشاشة هنا اقوى بنسبة خمسة وعشرين في المية عن الجيلي السابق قابل كمان اتكلمت هنا عن استخدام البطارية وان هي بقت افضل في الاستخدام بساعة ونص وساعتين ونص عن الاجيال السابقة بالنسبة للكاميرات في ايفون 13 برو والبرو ماكس هيجوا بالتلاتة كاميرات في الضحر كل واحدة منهم تقريبا بدقة 12 ميجا باكسل واحدة منهم طبعا هتكون كاميرا رأسية والتانية عشان التصوير بزاوية واسعة وكاميرا عشان تعمل تقريب بصري بيوصل لحد 3 اكس زوم والاسعار هي هي اللي كانت موجودة في سلسلة ايفون 12 بس الفرق الوحيد ان المساحات هنا ببقيت بتبدأ من 128 جيجا بايت بدل 64 جيجا بايت في البرو والبرو ماكس بقيت تقدر توصل مساحة الجهاز لحد 1 تيرا بايت طيب اكتر حاجة مثيرة في رأيي في اجهزة الايفون الجديدة هي الكاميرات قبل دايما المعاوضانة ان هي كل سنة بتقدم الكاميرات قوية جدا فخليلو نشوف ايه اللي هيحصل مع الكاميرات الجديدة ونختمرها بشكل مكسف جدا اول ما الجهاز يجي بالتأكيد اول ما الجهاز يجي هنجيب الجهاز هنعمل عليه تجارب كتير جدا فتأكد انك مشترك في القناة دلوقتي واستنوا استنوا الايفون 13 واستنوا عنه فيديوهات مكسفة وكالعادة ممكن تتباني على فيسبوك لو انت عايز تتابع اخبار تكنيكل انستجرام لو عايز تتباني بشكل شخصي وتك توك لو انت عايز تتابع فيديوهات طرفهية شوية كلية لينكات موجودة تحت في الديسكريبشن اشترك في القناة لايك للفيديو لو عجبك عشان اعرف ان هو عجبك وكالعادة كان معاكم احمد ابنت حت سلام